بعد صمت طويل تخرج الأحزاب السياسية عن عزلتها لتعبر عن عدم رضاها عن الوضع في البلاد دعيتنا الشرعية والتحالف إلى إجراء معالجة فورية للوضع قبل انزلاق الأمور لما أسمتها عواقب غير محمودة البيان قال إن فرحة اليمنيين كانت غامرة بتحرير العاصمة المؤقتة عدن ومدن الجنوب من ميليشي الحوث الانقلابية على أمل أن تكون نقطة انطلاق لتحرير بقية الجغرافية اليمنية وأن تصبح نموذجا لسيادة القانون لكن الواقع اليوم يبدو مخيبا للأمال لا سيما مع سعي بعض الأطراف لتقبيض سلطة الحكومة الشرعية الجديد في البيان أنه يمثل خطوة أولى في طريق المكاشفة السياسية بين الأحزاب اليمنية والتحالف اتحدث بشفافية عن خطورة ما يقوم به التحالف من تشكيل ميليشيات عسكرية وإنشاء سجون سرية خارج القانون في المناطق المحررة البيان أدان مسلسل الاغتيالات في عدم بشكل منتظم من دون أن تعكر صفه أجهزة الأمن أو قوات التحالف الممسكة بالزمام الملف العسكري والأمن هناك الحزب الاشتراكي الذي ورد اسمه في البيان استنكر ورود اسمه وقال إنه لا يوافق على البيان بصيغاته هذا وإن لهم ملاحظات على البيان الذي صدر أبرزها نقاط تتعلق بالعلاقة مع التحالف مراقبون يقولون إن هذا البيان يعد خطوة أولى لمرحلة تصعيد سياسي وتوقع أن تتبنىها الأحزاب خصوصا مع سعي قيادة الشرعية الاحتواء من تبقى من قيادات حزب المؤتمر في الخارج وتوحيد جهودها تحت قيادة الرئيس هادي لكن البعض يقول إنه من الصعب أن تضطلع الأحزاب بدورها السياسي ومعظم قياداتها أشبه بالمعتقلين في الرياض لأن الرياضة وأبوظاب هم من تريدان هذا الوضع المشوه في اليمن فهل ستتحرل الأحزاب السياسية من حالة الارتهان وتعود للنضال من المناطق المحررة أم أنها ستخرج من دائرة الفعل السياسي المواكب للأحداث على الأرض